السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض الاحيان تدخل الى موقع معين وتجد مثلا نص معين او كود معين وتريد ان تقوم بعمل له يعني نسخ فانت تجد ان الموقع يوفر لك مثلا زر مثلا النسخ تقوم بالضغط عليه فهي تم نسخ الكود كاملا بدون ان تقوم بنسخه انت يدويا اوكي ان شاء الله في هذا الفيديو سنتعرف على كيف ممكن ان تقوم بعمل هذا الامر بكل سهولة سأعطيكم هنا المثال اوكي مثلا هنا سأقوم بكتابة مثلا ليماني ابدال حافظ بهذا الشكل اوكي اذا قمت بالضغط على كوب بي تيكست بهذا الشكل كما ترون اعطني مساج بانه تم نسخه الان كما ترون تم نسخه عندي هنا بهذا الشكل اوكي جيد اذا سنتعرف على الكود الخاص بهذه المهمة اوكي اذا هنا لدينا يعني الانبوت التي نقوم بادخال فيها التكست يعني هي تيب تيكست وعطينا ادي ماي انبوت اوكي جيل ثم لدينا هنا البوطن يعني هذه البوطن هي التي سوم بتغطdam التكست الذي يوجد في هذا الانبوت يعني اعطينا هنا وانكليك ميطود وانكليك وعطينا هنا فانكشن مي فانكشن وعطينا هنا قبي تيكستوس الان سنقوم بالظهر الى الكود الخاص بجابسكريبت يعني هنا سنقوم بفتح الفنكشن my function ثم نقوم بإنشاء var اسمه copy text يساوي document.get element by id my input يعني يقوم بجلب له التكست الذي يوجد في هذا الانبوت ثم هذا المتغير يتم عمل له select يعني تحديد ثم هنا يتم له select range ما بين الصفر وهذا خاص ب mobile device ثم آخر سطرة والمهم ثم يتم عمل له document.exec command copy يعني هذا الكود الذي يقوم بعمل copy لهذا النسخ أو نسخ لهذا التكست ثم يتم هنا عمل alert copy يعني alert يتم إضاءة المستخدم أن النسخه بنجاح يعني هذا هو الكود يعني بسيط جدا ستجدونه في أول تعليق أو في التسكريبشن يعني هذا هو الكود الذي يقوم لك يقوم لك بعمل نسخ للتكست أتمنى أن أجبكم هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك وللقاء ترجمة نانسي قنقر